لم تخلع لندن ثوبها الاستعماري يوماً فهي تستغل المناسبات للتأكيد على انحيازها السافر لكيان الاحتلال الإسرائيلية الحكومة البريطانية رفضت تقديم اعتذار رسمي عن وعد بيلفور المشؤوم الذي أقيم بموجبه الكيان الصهيونية وذلك رداً على عريضة شعبية وقعها أكثر من 13 ألف شخص تطالبها بالاعتذار للشعب الفلسطيني عن هذا الوعد لندن بررت موقفها المتواطئ بأن وعد بيلفور بيان تاريخي مدعية أن المهمة الراهنة تتمثل في تشجيع الخطوات التي تقود نحو تحقيق السلام على حد تعبيرها متناسية أن وعد بيلفور المشؤوم الأساس الذي استندت إليه الحركة الصهيونية لتعزيز وجودها في أرض فلسطين العربية حيث تجلت الآثار الكارثية لذلك الوعد وما تبعه من تآمر غربي في المأساة التي عاشها ولا يزال الشعب الفلسطيني حتى يومنا هذا حيث وقع الجزء الكبير منه تحت الاحتلال وبات عرضة لإجراءاته التعصفية ومجازره المستمرة بينما شرد القسم الآخر وسط صمت دولي مريب ومشبوه ترجمة نانسي قنقر